موسيقى صباح جديد بيطل علينا مثل العادة كل نهار ثلاثة نتشارك أنا وياكم فقرات متنوعة بتاعنا كل أفراد الأسرة عموما والمرأة خصوصا دايما عبر مريم تفيبي برنامشكن الصباحي كافي بريك خلونا نبلش حلقتنا لليوم ومنكون مع أول فقرة وهي فقرة هوب موسيقى بفقرة هوب بدنا نحكي عن إنجاز تحقق لأول مرة بعد ما تمكن شخص مصاب بالشلل نصفة من أن يستعيد تحكمه الطبيعي بالقدرة على المشي بواسطة التفكير وهو إنجاز بيتحقق للمرة الأولى بفضل الجمع بين تقنيتين خلو الاتصال بين الدماغ وإنخاع الشوكة ممكن وبعبارة لقد استعدت بعض الحرية لخص المريض يلي اسمه جيرتين شعوره يلي صار يقدر يوقف يتنقل وحتى يطلع على الدرج وهو بيبلغ من العمر 40 سنة وبعينه بالإصابة بالحبل الشوكة على مستوى الفقرات العنقية جراء تعرضه لحادث دراجة هوائية قبل 10 سنوات وقد أوضحت الجراحة السويسرية جوسلين بلوك أنه هالإنجاز تحقق نتيجة أبحاث أجرتها فرق بفرنسا وسويسرا طوال 10 سنوات وبشكل الحبل الشوكة المحمة بالعمود الفقرية امتداد للدماغ وبيتحكم بعدد كبير من الحركات وبقد تلف الاتصال بالدماغ العجز عن تنفيذ الحركات ولمعالجة هذه المشكلة زرعت لدى المريض المصاب بالشلل فوق منطقة الدماغ المسؤولة عن حركة الساقين أقطاب كهربائية بتكرتها مفوضية الطاقة الزرية والطاقات البديلة وبتيح الأقطاب فك شفرة الإشارات الكهربائية اللي بيولدها الدماغ بس يفكر الشخص بالمشى بذات الوقت وضع كمانا محفز عصبة متصل بمجال من الأقطاب الكهربائية فوق منطقة الحبل الشوكي اللي بتتحكم بحركة الساقين وبتنقل البيانات عبر نظام محمول بينوضع على جهاز المشى أو حكبة ظهر صغيرة مما بتيح للمريض الاستغناء عن أي مساعدة خارجية وكان المريض قد سجل تقدم بارز فبعد أشهر من التدريب استعيد جزء من قدراته الحسية والحركية إذن ما في شيء مستحيل وخاصة مع التقدم العلمي البارز بمجال الطب عم يثبت أكيد إنجازات وتقدم ملموس عم بيساهم بزرع الأمل بحياة كتار يوم بعد يوم من هالأمل والطاقة الإيجابية خلونا نكفى باقي فقراتنا لليوم ومنبقى مع فقرات لازم تعرف تقال بيترحوا كتار بس ما عندهم جواب دقيق إلو هاليا ترى بيشعر الجنين بالأب حتى قبل ما يولد؟ أظهرت الدراسات العلمية إنه نعم هالعلاقة ممكن تبلش من قبل الولادة وبتأكد الأدلة العلمية إنه الجنين بيسمع صوت أمه من الرحم كذلك بيقدر يتعرف كمان على صوت والده خاصة بس يكون عم يسمعه دايما وبيقدر يميز حتى الأصوات المختلفة وتبين إنه الجنين بيظهر استجابة فيزيولوجية مثل زيادة معدل ضربات القلب بس يسمع صوت والده وهو ما يزال بيكون بأحشاء أمه أما أبرز النصايح لتوطيد العلاقة بين الأب والجنين فهي التالية تحدث مع الجنين من وقت للتاني تشغيل الموسيقى له فارق بطن الزوجة لأنه حيشعر بهالحركة أيضا ولهالأمور فويد عديدة لاحقا بالحياة لأنه حتساعد لإنشاء علاقة وطيدة من البداية بين الطرفين كذلك بيساعد الطفل على الشعور بالمزيد من الراحة والأمان وتطوير المهارات اللغوية لاحقا بحياته بالنهاية الأب له دور أكيد ما بيقل عن دور الأم بأكيد عملية الولايب بالمرحلة والجورني يعني وصولا أكيد للولادة وكل الأمور اللاحقة بالحياة فمن المهم دايما يكون سند معنا وتقدر هيك تلجأ له المرأة بهالفترة وبكل فترات حياتها خلونا نكفي باقي فقراتنا لليوم وبنبقى مع فقرة أدفايس بواجه الأهل تحديات وصعوبات بتساعد أولادهم هيك كمانا من أجل أنه يكتسبوا مهارات وعادات جديدة الطريقة أكيد بالنهاية هي الأساس وهي يلي بتعمل كل الفرق تنعرف أهم النصائح البسيطة يلي بتأثر على حياتنا وحياة أولادنا خلونا نبقى مع هالفيديو مع المرشدة والمستشارة التربوية السيدة ميرنا جراب من بعد ما فرغنا المشاعر السلبية إجا وقت هلأ نبني عادات جديدة لحتى أولادنا يتعلموا يكونوا مستقلين زيتيا من هني وزار وهالعادات هي يوميات مثل يفرش سنينه يضب صحنه يعلق تيابه يضب تخته بعمر معين وهيدول المطلوب أنه يكونوا عم ينعملوا بناء على مشاعر إيجابية لأنه على المدى البعيد أنا بدي هالعادات تظل مستمرة عنده وبدي يكون عم يعمله مبسوط لحتى يقدر يضاين فيها وأنا إذا بدي أقعد أقمره ما رح يمشي الحال نخده على حالنا الإنسان ما بيحب حدا يقمره الإنسان بيحب الناس اللي من حواليه يساعدوا بطريقة محببة رايقة فيها احترام وفيها تقدير هيك كنا نحنا وهيك هلأ بعدنا وأكيد أولادنا هيك بدهم مننا مشين هيك إذا بد ابني فرشي سنينه بقدر علموها العادة بطريقة اللعب شو رأيك روح أنا وياك هلأ على الحمام ونفرشي سنيننا أنا بمسك فرشيتي وأنتا بتمسك فرشيتك يلا بنا نعمل سبق أو نحنا ونفرشي سنيننا بدك تعد بقلبك من الواحد للعشرين أو من الواحد للعشرة يعني ممكن نراجع شي سير معه بالمدرسة عم يتعلمه جديد أو إذا بيعرف الألفابت from A to F بيصير بقول A B C بقلبه أو ممكن يقوله بطريقة تصير تضحك لأنه عم يفرشي سنينه بتطلع القصة مثل الكلوم هيدي الطريقة رح تخلق بيني وبينه تواصل كتير حلو وإيجابي وفيه لعب وفيه وقت حلو مع الماما وعم بتحك أنا وياها بنفس الوقت بيكون عم بيعملها بطريقة connected أو متصلة directly مباشرة بالمشاعر الإيجابية حلوة رح تخلي الـ activity أو النشاط اللي عم بيعمله تلقى أي النشاط لذيذ وحلو ومريح هيك بيخلق عنده العادة إيجابية بنفس الوقت بكون عم بعمل quality time أنا وابني بطريقة كتير فعالة وعم ننبسط وعم نعيش سوى اللحظة اللي لازم نعيشها لحتى هو يكون مبسوط ومرتاح فينا نعملها هيك وبتكون نتيجة رائعة لقدام وفينا نضخابط والنتيج بتعرفوها قرد يعني بالفعل مثل ما أشارت السيدة ميرنو يعني الطريقة هي الأساتفية اللي بتعمل كل الفرق يا بتكون الـ experience حلوة ومثل ما قالت يعني من قضي quality time يا العكس تماما فخلينا نجرب هيك نتبع هالأسلوب كرمالنا وكرمال كمان أولادنا وهلأ منوصل لآخر فقرة معنا لليوم وهي فقرة success story بفقرة success story حبيت استعرض أنا وياكم أسماء لسيدات أعمال صنفوا كالأقوى بمنطقة الشرق الأوسط حسب 4th Middle East لعام 2023 ونقيت عدة أسامة بارزة الاسم الأول معنا هو دانيا الباز يلي بتحمل الجنسية المصرية وعندها خبرة بتتخطى لـ 28 سنة بقطاع المخاطر والخدمات المصرفية للشركات وانضمت للبانك الأهلي المصري عام 2008 وهو من أكبر البنوكة اللي موجودة أكيد بمصر مثل ما بنعرف وشغلت منصب الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية وتقنية المعلومات قبل ما تصير أول سيدة تتولى منصب رئاسي بصفة نائب رئيس مجلس الإدارة كذلك هي كمان بتشغل عضوية اللجنة التنفيذية بالبانك من سنة 2016 الاسم الثاني معنا لليوم هو راوية منصور لأسست شركة راماسكو للعمارة والتصميم الداخلي عام 1999 وشركة راماسكو للتجارة والتوزيع عام 2007 كذلك أسست شركة أوازيس بمونكو عام 2012 ودخلت بشراكة مع المجلس القومي للمرأة لتمكينها بأفريقيا من خلال مشروع الزراعة العضوية ومبادرة رواد الأعمال من أجل قرى بيئية خالية من النفايات أما عام 2022 فعينت عضو بنادي Planetary Health Pledge وهي أيضا عضو بالمجلس القومي للمرأة بمصر وبمؤسسة كلينتون العالمية الاسم التالي ألفت سامي بروا هالسيدة اللبنانية يلي منفتخر فيها انضمت لشركة روش للأدوية عام 2003 وعام 2021 وقعت الشركة مذكر التفاهم مع مايكروسوفت لتحسين قطاع الرعاية الصحية باستخدام الزكاء الصناعي والتكنولوجيا الصحابية ووقعت الشركة عام 2022 اتفاقية شراكة استراتيجية مع مستشفى الملك فيصل للتخصص ومركز الأبحاث بالمملكة العربية السعودية أما عام 2022 أسهمت بروا بإطلاق برنامج رايز لتنمية المواهب بالشرق الأوسط سيدة الأخيرة معنا لليوم هي كمان سيدة لبنانية هي ريمة عاصي يلي بتتمتع بخبرة مهنية بتزيد عن التسعتاشر سنة قضت منا ستعش بشركة مكينزي المعروفة العالمية وشاركت بإعداد العديد من التقارير البحثية من المرأة بالعمل بالشرق الأوسط وبتشرين الثاني 2022 أطلقت الشركة منصة التعليمية الافتراضية فورورد بالشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا كذلك طرحت النسخة الثالثة من برنامج إعداد القيادات الواعدة قيادة وبتشغل عاصي أيضا عضوية منتدى القاضة العالميين الشباب تابع للمنتدى الاقتصادي العالمي يعني مع هالفقرة اللي دايما هيك بتعطينا أمل وبتعطي طاقة حلوة إلا كل سيدة عم بتكافح لتوصل وإلا دايما إنه بالإصرار والعزيمة كل الأمور ممكنة دايما من الشي اللي ممكن تساعدنا هيك نتطلع بفتاة أو سيدة كانوا من عائلات يعني نشأوا هيدولي السيدات بعائلات عادية عائلات تقليدية وقدروا بفضل عملهم بفضل إصرارهم بفضل جهدهم الشخصي إنه يتقدموا ويوصلوا لأعلى المراتب فكل شي ممكن دايما يكون عندك أمل خلونا هيك ننهي فقرتنا لليوم يلي استمتعت جدا هيك فيها معكم وإذا عابلكم ترجعوا تحضروا الإعادة فيكن دايما ترجعوا تفوتوا على اليوتيوب بيج لمريم تيفي وعبر كذلك الفيسبوك بيتجدد لقاءنا الثلاثة المقبل انتبهوا على حالكم ستي سيف وإلى اللقاء اشتركوا في القناة